أسئلة كثيرة بدأت تدور في المجال السياسية والشعبية حول استحقاق الانتخابات النيابية المرتقب في أيار 2022 وإذا ما كان سيحصل في موعده أم سيؤجل لجملة اعتبارات قد تطرأ على المشهد ثم تمجموعة عوامل إيجابية تعزز فرضية واحتمالية إجراء الاستحقاق في موعده في مقابل بعض التحديات التي تطرح علامات سفهام حول إمكان تأجيله يشكل العامل الشعبي الداعم لإجراء الاستحقاق في موعده أبرز النقاط الإيجابية التي من شأنها أن تعزز احتمال إجراء الانتخابات في موعدها وذلك بعد جملة متغيرات حصلت في المشهد اللبناني على صعيد المزاج الشعبي بعد انتفاضة 17-21-2019 حيث رأينا مطلبا ملحا قائما على ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة لذلك فإن فرضية تأجيل الانتخابات ستصطدم أولا بالعامل الشعبي الذي ينتظر هذا الاستحقاق منذ أكثر من سنتين ولا يمكن إغفال الدور الدولي الداعم لإجراء الاستحقاق الدستوري في موعده وهذا ما كان عبر عنه بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تصريحات ومن خلال لقاءات عقدها ديبلوماسيون دوليون مع عدد من السياسيين والقادة والناشطين في البلاد من خلال التعبير بشكل صريح عن أهمية الاستحقاق الانتخابي وضرورة إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها دعما لمطلب الشعب اللبناني من العوامل الإيجابية التي تعزز إجراء الانتخابات في موعدها أيضا تشكيل حكومة جديدة قبل أسابيع وهذا من شأنه أن يشكل العامل الأساسي الذي يدعم فرضية إجراء الانتخابات في موعدها خصوصا أن تشكيل الحكومة كان بمثابة التحدي الأبرز الذي شهده لبنان خلال سنة تقريبا وهذا من شأنه أن يدعم إجراء الاستحقاق لأن هذه الحكومة شكلت بشكل أو بآخر وأطلق عليها عنوين متعلقة بشكل خاص بالاستحقاق الانتخابي لذلك فأن تشكيل الحكومة سيدعم إجراء الاستحقاق فيما لو استمر الفراغ الذي كان قائما في الفترة الماضية فذلك كان من شأنه أن يفرمل أو أن يطرح تحديات جدية في وجه إجراء الاستحقاق في موعده في الحديث عن إجراءات اللوجستية المتعلقة بالانتخابات فإننا نتحدث عن مجموعة إجراءات سهلة ويمكن إجراؤها وتخطي التحديات المتعلقة بها بسهولة وذلك لأن التحديات اللوجستية لم يسبق أن شكلت تحديا بارزا أمام إجراء الانتخابات واليوم نحن بعد الانهيار الحاصر في سار صرف العمرة اللبنانية باتت كلفة العاملين ورؤساء الأقلام والكتب أقل بكثير من المترتبات التي على الدولة دفعها لهم في المراحل الانتخابية السابقة أما فيما يتعلق بالكلفة المتعلقة بالحبر والأوراق فإنه يمكن تأمين هذه المستحقات عبر هبات وعبر مساعدات كنا قد شهدنا مثيلا لها في الدورات الانتخابية السابقة ماذا عن أبرز التحديات التي تشكل مطبات واضحة في وجه الاستحاق الانتخابي يتداول في مجال السياسية معارضة بأن التغيير في المزاج الشعبي الذي حصل بعد انتفاضة 17-20 قد يؤدي إلى بعض التحديات لجهة رفض أو تردد بعض القوى السياسية التقليدية من إجراء الانتخابات وذلك بسبب علامة الاستفهام المطروحة حول شعبيتها وحول العامل الشعبي الذي يلعب دوره في زيادة أو تقليص عدد نواب كل كتلة ومن هنا فإن التردد في إجراء الانتخابات قد يكون مرتبطا بشكل أو بآخر بتردد بعض القوى السياسية التي تقوم بإحصاءات وقد ترى بأن إجراء الانتخابات ليس عاملا مشجعا أو محفزا شعبيا بالنسبة لها ويبقى التحدي الأساسي في موضوع تصويت المغتربين من عدمه في استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة لقد شهدنا في الآونة الأخيرة حماسة غير مسبوقة ومشهودة من قبل الاغتراب اللبناني الذي يطلع بدور فعال في مواكبة الأحداث اللبنانية بعد الانتفاضة التي حصلت في 17-20 ومن هنا فإنه يرتقب أن يكون عامل اهتمام الاغتراب بالانتخابات النيابية أكبر بكثير من الدورات الانتخابية السابقة ولكن ثمت أسئلة تطرح حول كيفية مشاركة الاغتراب في الانتخابات وهل ستتضمن المشاركة حقا أم سيستبعد المغترب اللبناني عن المشاركة في التصويت وهناك اليوم عدة نظريات قائمة بهذا الشأن من بينها من يدعم تصويت المغترب على أساس المشاركة في اقترام 128 نائبا بحسب الدوائر والأقضية الانتخابية التي ينتمي إليها المغتربون ومن جهة ثانية هناك نظرية تدعم أن يصوتوا لست نواب فقط مستحدثين من أجل الاغتراب على ست أقضية متفرقة وهنا يعني يمكن إشارة إلى أنه ثمت أيضا مخاوف يطرحها البعض من عدم مشاركة المغترب في النهاية في الاستحقاق فهل حقا سيتم ضمان مشاركة المغترب بشكل فعال في العملية الانتخابية في حال حصلت في أيار 2022؟ اشتركوا في القناة